بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلبة الفرق التانية قسم الإرشاد السياحي طلبة الليحة الأقليمة في مادة اللغة المصرية القرنية احنا المحاضرة دي هنراجع على الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده مراجعة سريعة عشان تعرفين الهيرولي في مادة مفتصلة وليست مفتصلة فالنصوص والكلمات في الدرس الأول والتاني بيتظلت صادنوها في درس الثالث وهكذا وكل دروس منتصر البعض أول حاجة خدناها في الدرس الأول هي حروف الجر واخدنا أربع حروف جر أول حرف الجر اللي هو معناها الحرف الثاني وهو والحرف الثالث وهو وهو معناها إن ور هما زي بعض هما الاتنين معناهم واحد لكن هو تعتمد على أنا اللي جاي بعدها فلو مثلا أحمد ويند تو دسكول يبقى دسكول اللي هي جاية بعد لتو دي شيء فييجي معاها تو اللي هي آ إنما مثلا أحمد تو محمد يبقى محمد هو هنا شخص فييجي معاها إن اللي هي تو للأشخاص فيه عندنا حرف جر الثاني وهو حنع ومعناها together with أو آ أخذنا كمان في الدرس الأوليني أسماء الإشارة وفي عندنا نوعين الأسماء الإشارة بين وتن في وكت بين وتن معناهم دس في واحدة مذكرة واحدة مؤنسة بين هي المذكرة وتن هي المؤنسة عارفنا منين لأن فيها حرف تي والتي في اللغة المصرية القديمة هي تشبه تماما تقل تأنيس في اللغة العربية فمثلا لو أنا جيت قلت مثلا ديس وومن في الإنجلش فدس وومن كلمة هومن بالهيروليفي معناها ست فكلمة ست في هاتيف عشان كلا تست تعتبر مؤنسة فلو أنا هتأخذ معها ديس مش هين فأخذ معها بين لكن أخذ معها تن نفس الفكرة في الأذر أو آناثر كلا في عندنا كلمتين كلا هما كي وكت معناهم واحد لكن في واحدة تستادم المذكرة والثانية كت تستادم المؤنس لأن فيها حرف تي طيب عندنا برضو قاعدة في أسماء الإشارة إن دايما الأسماء الإشارة تأتي بعد الإسم المشار إليه يعني في الإنجلش نحن نستادم ديس مان فتي ديس قبل كلمة مان إنما في الهيروليفي تيجي كلمة مان الأول وتيجي بعدها كلمة ديس فمثلا كلمة مان بالإنجلش إلس بالإنجلش مان إنما بالهيروليفي إس فإس دي هي كلمة مذكرة للمفاش تيجي بنستادم معها ديس اللي هي بين فتيجي بعديها بين يبقى إس بين مش بنستادم الإنجلش الطريقة في الإنجلش ديس مان لأ إحنا بيجيب مان الأول وبعد كده تلمت ديس وده نفسه يتطبق على أدر وعلى أدر كلمات الدرس الأولين اللي إحنا أخذناها والمفروط تتحفظ جداً إيم معناها ذير هناك بو بلايس مكان خط جد تنك شيء بتح اسم الإله بتاح رين نيم أو اسم جد وده فعل معناها سبيك أو سي يتحدث ويقول طيب أخذنا كمان في درس الأولين حاجة اسمها إوي وهي الأداء استفتحية أداء استفتحية تفتح الجملة الإسمية وتبدأ الجملة الإسمية ودي معناها في الإنجلش بنترجمها لإز أو آر فمسلاً أنا وجبت هنا في الإنجلش جملة زي ديس بوي اس كليفر فدايمن الجملة الإسمية بيبقى فيها إز أو آر لأنه مفيهاش فعل عشان كده إز أو آر بنترجمها لإوي وتيجي في أول الجملة هي استفتحية هي بتفتح الجملة فتيجي في أول الجملة نأخذ مثل أمثلة بقى على كل اللي احنا خذنا دلوقتي الأمثلة دي من الدرس نفسه والجملة بتاع الدرس نفسه to another place here who been هنا to احنا عندنا اثنين to are أو in فلازم نشوف هي تو بتشريء إلى إيه another place place هو مكان معنى كده نحن نأخذ are اللي هي who to are who been كلمة another place ديها اسم إشارة فعشان كده نأخذ بعد place نجيب كلمة place الأول to ونجيب بعد كده كلمة pin القملة الثانية to بتاح بتاح هو المفروض أنه هو شخص يبقى نأخذ معها to اللي جاية للأشخاص وهي in بتاح there in this place طيب الجملة دي جملة اسمية علشان لقينا فيها is ما لقيناش فيها فعل فهتيجي s دي في الأول وهي ewe وتيجي بعدها الجملة عادية بتاح تنزل بتاح وبعد كده there اللي هي in in حرف الجار in وبعدين this place في كلمة this معانا كده هنجيب كلمة place الأول to pin